اشتركوا في القناة ودعوة لرص الصفوف إنجاحاً للاستحقاق الرئاسي المقبل في اختتام الدورة العادية للبرلمان بروفتيح الحظيرة السكنية بولاية الشلف تتعزز بمشاريع جديدة قيد الإنجاز وبولاية تيبازة إعادة تشغيل أزيد من 30 بئر التوازياً ضماناً لتموين منتظم بالماء الشرب في فلسطين نحتل شهداء وجرح أغلبهم أطفال ونساء في مجازر جديدة للاحتلال السهيونية وحصيلة الضحايا تتعدى 37 ألف شهيد مشاهدين أهلاً بكم من جديد في المستهل وعلى ضوء جهود الجزائري لتطوير الاقتصاد الوطني وإساء مبدأ الشفافية التي عززت ثقة المستثمرين والمجتمع الدولي ككل في قدرتها على مواصلة النهج الإصلاحي والتجديدية الذي بادر به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون قام البنك الدولي بتحسين تصنيف الجزائر ضمن تحديثه الجديد لاقتصادات الدول لعام 2025 إلهام عشير مؤشرات إيجابية جديدة ينشرها البنك الدولي عن الاقتصاد الجزائري لمراجعة تصنيف الجزائر للأعلى للعام 2025 وبموجب هذا التحديث الجديد ستنتقل الجزائر من فئة البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى إلى فئة البلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى وفق معطيات البنك الدولي ويعتبد هذا التصنيف على البيانات المسجلة خلال السنة الفارطة بناء على تطور الدخل القومي الإجمالي للفرد وكذا تعديل حدود التصنيف لمراعاة التضخم حيث شهدت الجزائر ارتفاعا في دخلها القومي الإجمالي للفرد من 3900 دولار أمريكي من الفاتح جويليا إلى 30 جويليا 2023 إلى 4960 دولار أمريكي من الفترة 1 جوان إلى 30 جوان 2024 وبهذا يكون البنك الدولي على خد صندوق النقد الدولي معترفا بالدقة الإحصائية للجهود التي تبذلها الجزائر لتقديم صورة حقيقية عن اقتصادها مؤشرات تعكس إعادة تأسيس الناتج المحلي الإجمالي بزيادة متوسطة بلغت 13.3% خلال الفترة 2018 إلى 2022 كما تؤكد الإنجازات النمو الاقتصادي وتوسيع الاستثمار العام وتعزيز القطاعات الانتاجية فضلا عن تحسين الحوكم المالية العامة كما يحكس هذا التحسن في تصنيف الجزائر الجهود الحتيثة لتعزيز الاقتصاد الوطني والشفافية مما يعزز مؤشر التقال لدى المستثمرين والمجتمع الدولي في قدرة الجزائر على تحقيق مزيدا من النمو والازدهار في النشاط البالاماني اختتم أمس البالامان بغرفته دورته العادية لسنة 2023-2024 طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 المعدل والمتمم والذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعمالهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة البداية من مجلس الأمة الذي اختتم دورته البالامانية العادية في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس صالح جوجيل بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي رئيس المحكمة الدستورية عمر بلحاج والوزير الأول نذير العرباوية إلى جانب أعضاء من الطاقم الحكومية وبالمناسبة استعرض جوجيل في كلمته الأشواط الكبيرة التي قطعتها الجزائر في مختلف المجلات داعيا الجزائريين داخل الوطن وخارجها أن يقفوا كرجل واحد في الانتخابات الرئاسية المقبلة الحمد لله هذا تقريب خمس سنوات لفاتت من بعد تنصيب رئيس الجمهورية عشوات الكثيرة في كل ما يجي من ناحية السياسية من ناحية الدستورية ولكن من ناحية الاقتصادية واليوم الحمد لله رانا وصلنا لنقطة لا رزوح في الاستقلال الاقتصادي اللي راح يضمن اللي راح يضمن الاستقلال السياسي لما نضمن الاستقلال السياسي من خلال الاستقلال الاقتصادي نقوي كلمة الجزائر نقوي الموقف في الجزائر والحمد لله نحن فخورين وفخورين جدا بالمستوى ليصليه الجيش الوطني الشعبي نتعنا في كل كما اختتم المجلس الشعبي بالمحققة وترقيتها وكذا الانخراط في العمل الجماعية لانجاح المحطة الانتخابية المقبلة التي ستعزز لا محالة صلح البناء الديمقراطي ببلادنا إنه لمن الجدير بالتنويه والإشادة ومن قبيل العوفان بصانع الرجال أقف بكل امتنان للسيد عبد المجيد تبون وهو يسن السنة الحميدة ويجمع البرلمان بغوفته لوجه من خلاله خطاب الأمة لوجه من خلاله خطاب الأمة هذه السنة الحميدة التي تتماشى روح الدستور وهي الخطوة التي تعيد الاعتبار لهذه السلطة الشيعية النابعة من إرادة الشعب تتكامل مع السلطة التنفيذية والسلطة القضائية نختتم اليوم دواتنا الثالثة من عودتنا البالمانية التاسعة هذه وكلنا أمل في قادم مشق بعد أن تخطط بلادنا الكثير من العقبات وكسبت جملة من غيهانات وحققت من الإنجازات أهلها لأن تواصل مسيرة البناء والتنمية بعزم وثبات وعلى همش مراسم اختتام الدورة البرلمانية العادية دعت المجموعة البرلمانية للنواب الأحرار بالمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة دعت رئيس الجمهورية السيد عبدالنجي الدبون إلى الترشح لعهدة ثانية لاستكمال مسار بناء الجزائر الجديدة مثمنين تجسيده لالتزاماته الأربعة والخمسين التي قطعها أمام الشعب كما عبر المنتخبون الأحرار عن استعدادهم الكامل لإنجاح الانتخابات الرئاسية المقبلة داعين مختلف أطياف الشعب الجزائرية إلى المشاركة القوية في هذا الاستحقاق الهام تعزيزا للاستقرار السياسي والمؤسساتي لبلادنا وتحسبا للانتخابات الرئاسية المسبقة تتواصل بمقار السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عملية سحب استمارات اكتتاب التوقعات الفردية وسط ظروف تنظيمية محكمة حيث بلغ عدد الراغبين في الترشحة إلى غاية حد الساعة 31 راغبا في الترشحة من الأحرار والأحساب السياسية في طاري القضاء على السكن الهش تم ترحيل أزيد من 500 عائلة بحي الإخوة عباس بهلاية قسنطين إلى سكنات جديدة تتوفر على كل ظروف المعاشية اللائقة سلمة خيواني أزيد من 500 عائلة تم ترحيلها إلى هذا الحي للتوسيعة الغربية للمقاطعة الإدارية علي منجلي وبهذا تكون السلطة العمومية لولاية قسنطين قد قضت على بقايا بؤر السكن الهشي بالولاية يولا فرحتوا لولاية دريم عندهم شي سقنة وأنا بنيت سماها قد هو سوفرة سوفرة في القربة والدانسكين جينا من الحي القسديري والد الحل إلى الحي فانتايا لقينا مريكليين تريسي تيل جاز المال الحمد لله المرة في كم نظر من سوفرة وإن كانت منعت الحمد لله يا ربي قاسينا واليوم حلي الداري ولقيتها خير من ما نصور والحمد لله ربي هنانا هذه العملية التي سخرت لها كافة الإمكانات المادية والبشرية بمشاركة مختلف المؤسسات العمومية ستليها عملية مماثلة خلال الأيام المقبلة هذه العملية تدخل في إطار عملية كبرى سيتم توزيع المفاتيح بمناسبة تذكرى عيد الاستقلال 5 جوليا والمتمثلة في توزيع حصة سكنية معتبارات تقدر بـ 4125 مسكن منها 2700 سكن إيجاري عمومي حي الإخوة عباس وأحياء أخرى مماثلة بمدينة قسنطينا التي استفدت عائلاتها من عملية ترحيل ستخص أوعيتها العقارية لبناء مزيد من المشاريع السكنية التي تضمن الحياة الكريمة للمواطن وتجسيداً لاستراتيجية الدولة في ضمان سكن لائق للمواطن قطعت ولاية الشلف أشواطاً كبيرة في استحداث أقطاب عمرانية ترقى إلى مستوى التطلعات الساكنة كريمة لشمت نهضة سكنية تعيشها اليوم ولاية الشلف بعد استحداث أقطاب عمرانية مست جل بلدياتها وفق مخطط الدولة بخلق سياغ سكنية ملبية لاحتياجات المواطن ورغبتها مبارك البرنامج على الرئيس الجمهورية بما يخص السكن الاجتماعي والترقوي والمدعم وحتى السكنات التعادل إرادة سياسية مهيكلة عكسها الميدان لسلطات المحلية بالولاية وهو ما يجسده مشروع الفافسة عبدت به الطريقة لفتح مناطق عمرانية بما يفوق الألف وحدة سكنية بمختلف السياغة القطب اللي يتربع على أكثر من 15 هكتار يحتوي على 1400 وحدة سكنية تقريبا أولا 380 وحدة سكنية انتهت منها الأشغال وستتوزع إن شاء الله قبل نهاية السنة 810 وحدة سكنية من نوع الترقوي المدعم زائد الترقوي الحر للمرقين العقاريين سيوزع إن شاء الله أكثر من 60% من هذا البرنامج في الأشهر القادمة إن شاء الله قدرت التعمير والهندسة المعمرة والبناء قامت بعملية أشغال التهيئة الخارجية الأولية والثانوية للشبكات المختلفة بينها الطرقات الأرصفة الإنارة العمومية معالم رسمت خطوطها العريضة بأشواط قطعة ورهانات فوعلت لتسليم السكنات لأصحابها قبل نهاية السنة ولقطاع السكن بالولاية أسس إعمار أخرى ستصنع الفارق في ضمان سكن لائق للمواطن متكامل المعالم وبغية ضمان تموين منتظم بالماء الشروب لساكنة ولاية تيبازا تم إعادة تأهيل وتشغيل 32 بئر ارتوازيا عبر 14 بلدية أبسلام حباس 73 ألف ساكن بأربعة عشر بلدية بولاية تيبازا يستفيدون من حصة جديدة من المياه الصالحة للشرب تقدر بـ 11 ألف متر مكعب يوميا بعد إعادة تشغيل 32 بئر ارتوازيا حصة جاءت لتضع حدا لمعاناة الساكنة هذا المشروع إن شاء الله هنا قصة الأزمة على مستوى البلدية ساعدنا المشاريع اللي يدير فيهم البلد يدير فيهم المصلحة على المواطن يدير بالعكس والجزائر توجد رايت تحويسه وصل الأفضل حيث لما ما محنا من بذروش نستحفظه 40 مضخة وخزائل تحكم ومحولات كهربائية وضعت تحت تصرف مصالح سيال لتأهيل وإعادة تشغيل الأبار المتوقفة هذه العملية في الحقيقة ما زالت جارية وهناك عملية أخرى سيتم اختناءها من خلال 116 مضخة أخرى وعملية أخرى في إطار تجديد شبكة المياه الصالحة للشرب وإعادة الاعتبار لمحطات الضخ وكذا الخزانات هام جدا أننا نسترجع الآبار اللي كانت متوقفة ندير مشاريع جديدة يدخل في حيث الخدمة سد كاف الدير نسترجع كميات من سد بوكردال اللي كانت تروح لشلشل نسترجعها للجهة الشرقية وبالتالي قعد العمل التنسيقي اللي طلب وقت قمنا به ونتمنى أننا نبقى في الوتيرة هذه على مستوى ولايتنا وأظن أنني في 2025 ستتحسن بصفة مرحوظة ورعية المياه الصالحة للشرب على مستوى الولاية بدخول في الخدمة للمحطة التحلية لتحفوكها خلق مصادر بادلة بالاعتماد على الآبار الارتوازية وتفعيل مشاريع تحلية مياه البحر استراتيجية تسعى من خلالها الدولة لضمان الأمن المائي وصلت أمثلة مطاري الجزائر الدولي هوري بومديان مجموعة من الطلب الصحراويين قادمين من بيلباو الإسبانية متواجهين إلى مخيمة اللاجئين الصحراويين بيتندوف المجموعة ضمت 96 طالبا في تطورات الوضع بقتاع غزة استشير 22 فلسطيني على الأقل وأصيب العشرات في قصف صهيوني عنيف استهدف المناطق الشمالية من القطاع حيث شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية مساء أمس غاراتها العنيفة على منازل المدنيين الأبرياء والتدميرها فوق رؤوس ساكنيها خاصة منطقت الشجاعية والكرامة والشيخ ردوان وبرفح جنوبية القطاع تم استهدف أحد كوادر الدفاع المدنية مما أدى إلى استشهاده على الفور لتطفع بذلك حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان إلى أزيد من 37 ألف شهيد وما يفوق 86 ألف مصاب في موريطانيا أظهرت النتائج الأولية للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات تقدم رئيس محمد محمد والد الشيخ الغزواني في الانتخابات الرئاسية بعد فرز أزيد من نصف الأصوات حيث تحصل على 54.87% من الأصوات وكان أزيد من مليون وتسعمائة ألف ناخب قد أتلوا أول أمس بأصواتهم في ثامن انتخابات رئاسية شارك فيها سبعة مترشحين في فرنسا وبفارق كبير تصدر حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفائه نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المبكرة حصد 33% من الأصوات فيما حل تحالف اليسار في المرتبة الثانية بأكثر من 28% يليه التحالف الرئاسي بما يزيد عن 20% حسب التقديرات الأولية هذا وقد فتحت مراكز الاقتراع أبوابها أمس أمام نحو 49 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى للانتخابات التشريعية المبكرة لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية وتأتي هذه الانتخابات التي تنظم قبل موعدها بثلاث سنوات والتي يتنافس فيها أربعة ألف مرشحة من عدة أحزاب سياسية وتحالفات تأتي عقب حل الرئيس الفرنسي البرلمان في التاسع من شوان الجارية إذا خسرت ائتلافه أمام اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبية في رياضة وبروح رياضية عالية تم أمس عضو مجسمي كأس الجزائر للموسم الكراوي 2023-2024 بمقر شركة موبيليس بحضور ممثلين عن الشركة الراعي والاتحاد الجزائري لكرة القدم بمشاركة لاعبين اثنين من كل فريق ويتعلق الأمر بالحارس لتيم واللاعب بوشريت من المولودية بالإضافة إلى الحارس معاشو والمهاجم زروقي من فريق بلوستات من أرياضة إلى السياحة وبالتحديد التكزير الساحلية بولاية تيزيوزو الوجهة السياحية المفضلة بامتياز لعشاقية الطبيعة والبحر يقصدها زوار من داخل وخارج الوطن لقضاء أجمل الأوقات أوقات تضمن لك الراحة والاستجمام يقول عبد الجبال بن يحيا تيكزيرد يأخذ هذا الاسم الكثير من الصفة جمال أخاذ مكان يصل بين الأزمة بين حضارات متعاقبة مرت من هنا كشريط يلامس حبات رمل تمضي السيدة علجية على الظفة ومعها الأحفاد وكسس وحكاية يتدفق المصطفون من كل مكان إلى الشاطئ لقضاء لحظات ممتعة نتواجد اليوم في ولاية تيزيوز وخصوصا بلدية تيكزيرد للمساهمة في انطلاق مركز الإسعافات الأولية للهلال الأحمر الجزائري على مستوى الشاطئ التي هي السنة الثانية على التوالي لنكون فيها متوجدين نتواجد كذلك من أجل دعم المتطوعين وشكرهم على المجهودات الجبارة التي يقومون بها طيلة السنة في ولاية تيزيوزو وكذلك لمشاركتهم في العملية التحسيسية على مستوى القرى للحماية من حرائق الغابات هذه إطلالة آسرة يتطلع الكثير من الناس لاستكشافها ومنهم عدلان مع أسرته ضمن خيارات العديد يتميز هذا الفندق بوسائل الراحة الحديثة ومسبح خارجي وفسحة للألعاب واحد من بين الكثير من المنشآت السياحية في تيزيوزو مقصد لسواحي من داخل وخارج البلاد من فيلد أن اتتتزيرت وتتزيرت يجب أن يتجب أن يتجب أن تجب نواجد لديك روينة Leport لديك الكثير من المزيزان لديك ده كلها لديك ده تجب أن تتزيرت وموجودة إلى انتزيرت لديك دهاتي نحن في 58 حلالات ومجم يتجبين أيضًا فيناتش روانات ومزانية وطاليا ومزانية 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 ومزاني ليجي عودوا ليعجبوا الحال تعتمد أقطاب التمايز السياحية على خطة فعالة تضمن الخدمة والجودة وتحقق التزاما فيه الجزائر اليوم هي الوجهة ختام النشاء شكرا لكم مشاهدين على كرم المتابعة في أملنا اشتركوا في القناة